في سؤال نيافة الأنبى ديمتريوس عن كيف جاءت بداية العلاقة بينه وبين الأنبى مين المتنيح قال الحقيقة يعني كان بابك ظلص طبعا بيجي اسكندديا كتير وانا كنت وقتها شماز زغيرة كنت بصلي معهم عادي يعني لكن العلاقة توقت لما البابك ظلص جاء المدرسة كنت في مدرسة المدرسية الاعدادية وكنت وقتها يعني صغيرة في السن شوية كنت ناطق سنة يعني فلما أعلنوا في المدرسة ان البابك ظلص هيزود المدرسة رحت هنا للنغازر وقلت له أنا مستعد يعني أحيي البابك ظلص بكلمة باللغة الابطية فقالي طب استنى استنيت في المكتب الناظر لغاية لما جه البابك ظلص وحييته فعلا بلغة كلمة باللغة الابطية ومن هنا بدت تبقى فيه علاقة خاصة أكتر من مجدد أن أنا شماز في وسط الشمامسة بصلي وراء البابك ظلص وكده وبدأ نيافة الأنبا مينا كان وقتها طبعا الشماز سلمان رزق يعني يديني اهتمام كبير ويخليني أحفظ شوية مزامية ده يديني حاجات يعني شوية تدريب رخي يعني بدت تبقى فيه علاقة قوية مع البابك ظلص ومع أمبا مينا وكنت بقضي يعني الوقت اللي البابك ظلص موجود فيه في اسكندرية كنت أنا يعني ممكن ما دوحش البيت يعني بقعد معهم في البترخانة أصلي الأداس وممكن ما دوحش البيت أستنى معهم لغاية محدد العاشية وأحيانا كنت بيت برضو في البترخانة فتوتطت العلاقة جامد وبدأ نيافة الأنبا مينا يعني يتعهدني يعني بالنصايح الأبوية وبدأيني شوية كتب مثلا مسوّدة للأطفال أو حكايات أو قصص حاجات زي كده فبدأ يتبعني يعني في الأرشادات والقوانية وبخير اللي بيدهاني والقراءات وكده يعني عادت طول الفترة دي لغاية لما البابك ظلص رسم أنبا مينا رسم مراهب وده له كهنوت في الدير فبريت أجي الدير كتير وهو برضو كان بيبعث لي رسائل جوابات يعني بس بتبقى جوابات رعوية يعني كان ببقى كلها آيات وكلها أخوة الأباء وكلمتين حدوين كده يعني الحقيقة هو أكتر حاجة كانت واضحة في حياة أنبا مينا أنه إنسان محب جدا ومتضع جدا ويعني بيدي اهتمام للشخص الأدامه يعني بطريقة واضحة قوي يعني من درجة أنه لما قضى فترة في اسكندرية كوكيل البترخانة بعد ما تسم راهب وأسيس أو أمص وقعد كوكيل البترخانة في اسكندرية اتنام حوالي عدد كبير جدا من الشباب اللي اعتبره يعني شباب شاطع شوية كده يعني لكن كان أمبا مينا كان بيحتضن هذا النوع من الشباب وبيدي له عمل فردي ورعاية خاصة ويحولوا منهم مجدد شاب ومشاغب واللي حاجة زي كده يعني شخص شماس وحلو وكويس وكان أبونا في شوي كامل الحقيقة كان برده صياد النفوس كان يعني يستضي النوعيات دي ويجيبها مخصوص للأنبا مينا فكان بيتعاونوا مع بعض في رعاية هذه الفئة اللي كانت محتاجة لرعاية جديدة أنبا مينا أنا تلمست على الأديه سواء وهو في البترخانة مع سيدنا البابا بابا كرولوس يعني في السنوات الأولى أو هنا في الديرة قبل ما ترهبن أو بعد ما ترهبنت وبعد ما رسمت أسقف كمان يعني كان من الموقف القوية جداً اللي مش ممكن تتنيسي طبعاً يعني يوم ما جيها نيافت الأنبا بشوي يقول الأنبا مينا إن سيدنا البابا شنودة عايز فلان في رسم أسقف فكان معروف إن دير مينا كان اتجاه أنبا مينا إن هو عايز يعمر الدير فمش عايز الظهبان تاخد كهنوت وتنشغل بموضوع الكهنوت والزوار وبعد كده ممكن حد من الأباء الأسقفة يعشم ياخد واحد من الظهبان يخدم معاه في الأبروشية بتاعته واللي حاجة فقال لأن فيش دعا للكهنوت كتير طالما الأباء الكهنة اللي موجودين في الديرة السبع الأولانيين يعني والكهنة الزوار اللي بيقول الديرة بيغطوا الأدسات والاحتياجات التأسية يبقى كفاية فيش داعي لرسامات كتيرة من الكهنة وفي سؤاله عن ماذا تعلم منه؟ أنا بحاول أتعلم لغاية دلوقتي لأنه يعني أنا بمين أفشي صفات روحية جميلة جداً بحاول أن نحن نجاهد أن ناخد منها حاجة يعني من ضمن الصفات دي طبعاً حياة التدقيق اللي كان دايماً بيحرص عليها ودايماً بيشجع أولاده عليها لكن أنا بقول ربنا يديناه يعني نحاول أن نحن نقتني الفضيلة ديت ومحبته طبعاً للكنيسة ومحبته للصلاة ومحبته لأقوال الأباء وتنفيذ أوليها يعني هو كشخصية روحية في الهدوء وفي الوداعة في الالتزام وفي خدمته الأولاد وباتباعها وفي كلمته عن كيف كان مرض الأنبى مينة وكيف احتمله في البداية كان أنبى مينة يعني محدش يحس أن هو المريض كان يعني بيحاول يخفي هذا يعني أو يعني يحتمل أي مرض يجيله يعني ضغم أنه كان مرض حاجات صعبة قوي يعني موضوع مثلاً زي الحمى الشوكية ويبقى مصد أنه مش عايز ننزل من الدير ويعني بعد جهاد كبير من الأباء والدكاترة دولة ما يعني يخض عليهم يعني فدي من ناحية والناحية الثانية هو يعني بالتأكيد كان عايش حياة التسليم لربنا فما كانش الموضوع ده يزعجه لكن كان أهم حاجة عنده أنه هو يتم من القوانين الرهبانية بتاعته يعني مواظب على الأداسات اليومية رغم ظروفه الصحية اللي عمارة تتدور باستمراره لكن هو ملتزم بيها لغاية لما فعلاً يبقى مش قادر بكل المقيس يعني وأول ما صحته تنشنش شوية بس يعني العلاجي يجيب نتيجة شوية كده يرجع لنفس النشاط بتاعه مرة تانية والأداسات اليومية والعشريات وكل حاجة نيافة الأنبة ديمتريوس كلمة واحدة توصف بيها الأنبة مين المتنيح أول أسقف ورئيس لدير مارمين العامر بمريوت نصف هو أب أب روحي